طيب دي فترة بيكي حالة ماكو أحد هابي بمثلاء شكراً سؤارك حلو شكراً شكراً للسؤال قالب هيكي حالة ماكو واحد غبي على حسب الكلام اللي ذكر يعني الله يشهد على كلامي لا يوجد إنسان غبي أدري مرات من أنت تطلع بالسيارة وواحد كسر عليك و جاي كل إش غلط فأنت من كل قلدة كي تجفش يا غبي تقولها وبتشفي غليلك من الداخل أصلاً حالياً ونفسياً في العلم الحديد الغبي هي ليست شتيمة أو إهانة الغبي هي صفة ونعت لسلبية لتراجع لخذلان لخنوع أعيدها الغبي هي ليست شتيمة يعني الغبي هي ليست مقياس لشيء في شخص بل هي صفة صفة نعت تطلع على الشخص يعاني من أمور سلبية من رجعية من فكر غير متأهد هذا هي الغبي ما لها علاقة بالدراسة وما لها علاقة بالنجاح المهني أو المادي وأي شيء من هالغبي طيب لعد منه الغبي يعني هاي الكلمة على منه أطلقت الآن عرفنا الذكي ملي العلاقة بالدراسة وبالتجارة عرفنا أكون نوع من نواع الذكاء مستخدمة بالتجارة ذكاء اجتماعي وشخصي صاير تاجر ماهر ذكاء لفظي صاير خطيب الذكاء اجتماعي صاير باحث اجتماعي أو صار عنده برنامج تلفزيوني ذكاء ميكانيكي فتح محل كهربائيات أو فتح ورشة تصليح سيارات الذكاء المسيح صار فنان وقام يغني افتهمنا لعد الغبي ظلت طايفة هيجي ما لها واحد تلزق عليه هاي الصفة الغبي تطلق على هذه الشخص راح نقسم من هو الذكي والغبي بأربع نقهات سريعة الذكي الذكاء والغباء في جانب الغباء أولا الذكي هو الذي يبحث دائما عن معلومة جديدة تغير حياته بحيث من هو اليوم قاعد بعد سنة التقبي هو إنسان غير بالمعلومات السماعها والشافها والقراها واللي تعلمها واللي تابعها مثل هذا البرنامج أما الغبي هو يكتفي باللي عنده من المعلومات أنا اللي هنا كافي كل ازيان علي ما أريد أكثر شيء لا أقرأ ولا أتابع ولا أشوف أريد شيء أشوف يضحكني شون ما يحب يتطور ما يحب يتطور واحد الثانية الذكي ما يكتفي أنه يبحث عن المعلومة أو يتعلم معلومة يبحث عن المعلومة بنفسه الغبي أنا أسف دي تصير الكلمة بوجهكم بس نحن بعدنا الغبي هي فد شيء صعب واحد تنقال إليه لكن الغبي صد نعرف هي المنتقل يعني الثاني ماكو شخص قدامي يجيب لي يا أبو دكتور هذا غبي بالدراسة ما ناجح بلك تسوي لي براسة خير أقول له أولاً أنا آسف هاي تربية غلط هذا مو غبي هذا القاعد قدامك يجوز أذكى مني ومنك في جوانباني وانت ما نعرف بيها فممكن الأهل ينعتون أولادهم بالأغبياء لأن تشوها نفسياً نرجع الموقع قلنا يتعلم معلومة جديدة الذكية ثنياً يبحث عنها بنفسه الغبي ينطوء إياها يعني وما يدور يتعب نفسه بل تقال إله ثلاثة الذكي يبحث عن مصدر المعلومة من مصدرها الأساسي الغبي من أهلها وناسها أو من انتماء الفكري أو العائلي أو العقائد يأخذ هاي المعلومة أخيراً الذكي يتطور ويتغير وهاي فكرة الله من خلق الإنسان والغبي يسلم بالمسلمات ويبقى في مكانه خمطيكم مثل يوضح الكلام الصعب اللي قلته شخص مثل من ديانة بوذية راح أقول البوذية اللي ما عدنا بالعراق حتى لا أحد ينجرع أقول له أكو شيء يوجد شيء اسمه إلهك مو بوذة مثلاً يوجد شيء إله خالق عظيم الله محبة الذكي البوذي والغبي البوذي منه أنا ضربتهم كمثل ما احترامي لهذا المعتقد لكن ضربته كمثل يوم ما عدنا بالعراق فما راح أمسا حال الذكي اللي يبحث عن معلومة جديدة الله محبة ها أكو شيء غير هذا إلهنا بوذة أكو غير إله غير ناس خلي أشوفه منه بينما الغبي العادي لا مكتفي إيش بي عندي بوذة أروح اللي أشعل له هاي البخور وأرجع مكتفي يعيش ويزوج ويكبر الذكي اللي يبحث عن المعلومة بنفسه يدق بالإنترنت الله محبة الله الخالق الله العظيم خالق يدور بينما هناك ما يبحث عن المعلومة ما يروح يسأل شنو الله محبة يقول ها عرفه ها ما سامع بي ها فلان عدي فلان ديانات بعيدة بغير عالم ها أوكي تمام ثلاثة قلنا الذكي يبحث عن مصدر المعلومة مصدرها الأساسي يراسل ناس يعبدون الله المحبة يلغى بشي يروح يروح على كاهن بوذي أقول لك سمعت أكو كلمة يقولون الله شنو يقول لي لا هذا هي شيء غير أديان ترى غلط لا تروح تدور عليه بحث عن المعلومة الذكي مين من مصدرها الأساسي كتب الجوجل بإنترنت الله محبة وين موجودة بيا كتاب وين أدور عليها وين أقراها مين ذاكرها مين كاتبها ليش كاتبها ذاكر راح سأل من ملتا من جماعتا من عائلتا أمه أبوه أخوه من ينتمي إلهم متعب نفسه وبحث عنه بالأخير البوذي الذكي عرف منه الله محبة يتطور ويتغير إذا أطنع بالفكرة الأساسية أطنع بياك وشالة والآخر يسلم بالمسلمات واضح الفكرة هذا هو الذكي والغبي لا يوجد إنسان غبي بصفة الغبي اللي نحن نعرفها أنه آسف الكلمة متخلف ما يفكر صح ما يعرف يحتي جوز ما عنده ذكاء لفظي ما يعرف يحتي بس هو كل الزين بالأمور بالكلام كثير شعراء عظماء من مناطق شعبية جدا من مناطق بسيطة جدا يقول كلام لو ميت سنة ما يعرف أني أصفت مثله لأنه عنده ذكاء لفظي جزء ممكن بالدراسة كثير لاعبين كرة قدم ما ماخر شهادة لكن عنده ذكاء حركي ما أحد ملكه آخر مو معنات الدراسة مو مهمة انتبهوني أنا أكثر إنسان يناصر الدراسة في الحياة لكن الدراسة هي أن تحببها بالدراسة هي شغف هي حماس هي إحساس بالمسؤولية صدقني هذه هي الدراسة هي ما لها علاقة بي كثير راح تقول لي لا مو الذكاء هم النوع الذكي يرتبط بالدراسة ممكن واحد عنده ذكاء موسيقى شاطر بالدراسة وواحد كاسلام بالدراسة واحد عنده ذكاء مكاني شاطر بالدراسة وكاسلام بالدراسة ما لعنا نصيحتي للأهل الذين يتابعونا أولا ما نستخدم كلمة غبي بعد مع أولادنا أبدا اثنين احنا نراجع أنفسنا هل احنا غبياء آسف للكلمة في إطار اللي قيلتها أرضى بالمعلومات اللي عندي وأسأل نفس جماعتي نفسهم وما أتغير ما أتطور وهي حياتي وعايشها هذا هو الغبي ترى مو غير شي لو أني ذكي أبحث وأتطور وأتابع صح وأقرى صح ودور مصادر المعلومات وأسأل ناس من الجهة اللغ وافتهم وأتنوّر وأتغير عن كل مواضيع الحياة هذا هو الذكي ما التفقيد؟ زين دكتور بالنسبة للترجمة تدخل ضمن الذكاء اللفظي؟ الترجمة ذكاء لفظي الشعر ذكاء لفظي كم واحد شاطر بعربي؟ ذكاء لفظي اللغة العربية ليعرق مفردات يعني مثلاً كم مفردة للحب؟ لماذا؟ أبو الذكاء اللفظي الحب والهيام والعشق والجوى والود والتيم فعنده ذكاء اللفظي بعض؟ أحد عنده مداخلة أحمد نطول مايك لكن مايك لازم نأخذه دكتور سؤال هي القيادة تعتبر نوع من الذكاء الاجتماعي أو ذكاء بحد ذات؟ حبيت كل قائد ذكي لكن يجوز مستثمر ذكاء بالشر أو بالخير وكل تابع مارد أقول غبي بس كل تابع مع الأسف دا يمشي وراء الذكاء غير ناس ما مستخدم ذكاء يدور به ويصير هو قائد هابل أقوله أكثر ظاوح الفكرة تمام سؤال أخير؟ دكتور بالنسبة للذكاء ممكن يتوارث أو يكتسب يعني شون مثل البيئة اللي يعيش بيها؟ صح الذكاء الذكاء يدخل بي ثلاث عوامل يدخل به الذكاء جيني يعني من الجينات موروث وأكو ذكاء مكتسب يعني تكتسبه أنت من المجتمع وأكو ذكاء ينمى يعني أنت مثلاً أنا ما عندي ذكاء موسيقي بس أدخل عزف أتعلم النوطة الموسيقية أجيب لمدربين نميته لا أملكه لكن نميته بس مستحيل أنافس واحد عند ذكاء موسيقي فهو ينمى وهو يكتسب يعني من المحيط وهو يورط جينية طبعاً بس هو بشكل عام هو أساس الموزع الرئيسي هي المحبة الإلهية للذكاءات لذلك يجب أن يكون لدينا ذكاء سؤال عذراء يمكن على هذا الموضوع هم عندك سؤال؟ دكتور كما أشخاص يعني ما عندهم أي نوع من الذكاء هاي شلون يعني؟ تماماً خلال سؤال ممكن إذا أحد بكم دا يفكر أو ما دا يقول شواني ما بي ولا واحد منها يلقالها الدكتور لا بداعتي وهي بدي يراجع نفسه أو أنت تعرف شخص ما عنده هذالنوع من النوع الذكاء كل ذكاء يتشعب ألوان كثيرة يعني مثلاً اللي يفهم بالديكور أو بالألوان هذا ذكاء الطبيعي عنده ذكاء الطبيعي يعني أنا لأن ما اتفرعت بألوان الذكاء ليعرف بالطبخ هذا أيضاً من أنواع الذكاءات العشرة اللي قلتها كل إنسان عنده ذكاء لأن الله عادل لكن يا أما ما مكتشفه أو ما أتيحت إلى الفرصة وما حشجعها لي يعني مثلاً وحده عندها ذكاء اجتماعي يشكو لها ويحشو لها ويففضو لها وتنطي حلول معني مقهر يعلم نفسه المفروض مثل هذه تُعطى ما الأيتام ما المسنين ذوي احتياجات خاصة التعامل في تشتغل بروبما الأطفال تشتغل في مكان باحثة اجتماعية ذول المدمنين على الأمور المعينة بس هي في مجتمع شرقي ما مسموح لها أو دخلت فرع ما لا علاقة دخلت معهد هذه فرح يخفت الذكاء فيها لأنه من يستثمر لكنه هو موجود في داخل الإنسان يجب أن يكون هناك ذكاء موضوع حلقاتنا اليوم هو كيف تكتشف ذكائك الحلقة البعدها راح أتكلم عن كيف تنمي ذكائك في واحدة من الحلقات اللي راح أعملها في الموسم القادم أنه كيف تنمي ذكائك اليوم كل اللي أريد تطلعون بي من هاي الحلقة هو أولاً أنه أنت مو غبي كل واحد قل لك في حياتك يوم الأيام يا غبي عذر لي أنه ما يعرف وسامحه وسامح نفسك إذا أنت قلت هالنفسك أنت ذكي الشي الثاني أعرف بيش أنت ذكي راجع عسى العشر نقاط اللي كتبتها ورح أخلي هس مخرجني يطلق لك ياها على الشاشة يا نوع من أنواع الذكاءات عندك وافتخر بي أنه عندك وكيف تنمي هذا راح أتكلم عنه وآخر الكلام عليك أن تعرض أن الله عادل وأنه يحبك وأنه نطاك ذكاء نطاك يا مفقط لأن يحبك لكن حتى تستثمره حتى تغير حياة الناس إلى شيء أجمل مو حتى تحتكره لنفسك مو حتى استثمر ذكاء اللفظي أصير أبو السان وأم السان وأجرح بالناس وأعرف شوان أبجيهم وأنتقهم منهم وأنجح بالعمل عليهم مو أنطاني ذكاء اجتماعي اللي أنا أتقرب للناس وأفهم مشاعره حتى أصادق ببناته هواية وأدمر حياتهم مو أنطاني ذكاء حتى استثمر حنجرتي في الغناء فيما احترامي في ملاهي أو مشاكل لأن بعدين ستحاسب عما عملت في ذكائك هل استثمرت لو لا؟ دفنت لو استثمرت وهل استثمرت الاستثمار الحسن أم ضيعتها بأن استثمرت في أشياء دنيوية أرضية شيطانية بشرية لا سماوية أنت ذكي؟ أنا يقدر سابع بعين واحد وأحب بيك أنت ذكي، أنت ذكية ما حد يقدر يقول لك العقس وعرسمات جداً بس عرضيش أنت ذكي وأول نقطة في ذكائك أنه تستوعب ليداقولي اليوم في هاي الحرب وأنه تؤرّر أنه أنت ذكي وتستثمر الخير من المحب لأن الله يحب للجنة ما أسر